في حلقة الموسم الجديد من مسلسل تل الرياح على الرغم من أن زينب قالت لخليل في نهاية الموسم أنني لن أكون حبيبتك المتمردة أبدا إلا أن هذا المشهد سيتبين أنه ربما حلم خليل لأن زينب قبلت كل شيء وقالت إنها تريد فتح صفحة جديدة مع خليل وترك كل ما مر بها في المعض ورائهم ومع ذلك سيكون خليل خائفا جدا من أن تعامله زينب بهذه الطريقة يوما ما من ناحية أخرى ستتساءل زينب عن الخطأ الذي ارتكبه خليل في الماضي ولم تستطع تحديده من ناحية أخرى ستقول الساحرة سونغل أنه حتى لو لم يتمكن ألبر من الفصل بين خليل وزينب فلن أتمكن من القيام بذلك أبدا وستعتقد أن الحل الواحد هو أن ينتهي الأمر بزينب مثل جينان وآسو ومهما فعلت زينب لن يتخلى خليل عن حبه لزينب للحظة وسيعتقد أنها مهددة من قبل الشخص المه مرة أخرى سيستمر خليل في محاولة جعل زينب تابتس من خلال تقديم جميع أنواع المفاجآت لإثبات حبه لها إذا لم تكن هناك مشكلة في المسلسل فسوف يتم عرض المسلسل على الشاشة مرة أخرى في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر ستكون أدوارنا الرائدة أمامنا في مشهد حيث يكون خليل مع زينب للمرة الثانية وزينب لديها طفل بين ذراعيها سيبني خليل بيديه تشالي في لغابة وهو حلم زينب حيث يمكنه قضاء بعض الوقت في الطبيعة مع أحبائه فقط بعد الانتهاء من المنزل سيتناول خليل عيشاء رومانسي هناك مع زينب ويخبرها أنه يحبها كثيرا وأنه سعيد بدخولها حياته بينما يحاول خليل الحفاظ على مكانه في قلب زينب تواصل الساحرة سنقل خطتها الخبيثة لجعل زينب تكره خليل ومع ذلك فإن زينب وخليل سيتمكنني من الوقوف بقوة ضد كل الشرور وذلك بفضل حبهما لبعضهما البعض ولطفلهما لقد وصلت إلى نهاية التحليل أيها الأصدقاء لا تنسوا التعليق أدنى والإعجاب بالفيديو الخاص بي ترجمة نانسي قنقر